السلام عليكم اخواني اخواتي اليوم فيديو جديد مع وصفة جديدة في قناتنا وقناتكم شيوات سوصل بسيطة نتمنى يلقاكم هالفيديو وانتم بصحة وسلامة يا رب وصفة اليوم وصفة البهلة وطلب على بعض المشاهدين في مواقع التواصل الاجتماعي اللي رسلونا وقالنا ان نشارك معهم هاد البهلة اللي كتجي مشقة ومقرمشة ويعني الطريقة اللي كتجي اكتر من نائعة وناجحة 100% لكل مبتدئة لما عمرها نجحات معها من الاول شاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على الخبايا والاسرار والتعامل معها في الفران وانا متأكدة انكي غادي تنجح معاك وترحميني عليها ان شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخير كما كتلاحظوا معايا عندي كيلو ديال الدقيق اللي خاص بالحلويات اللي القيمة ديالو كيلو اللي سبق او غربلتو كما لاحظو عندي جوز كيسان ديال الزيت المائدة اللي هوا عنبا عندي جوز كيسان لاروب يعني الكاس الثاني مع مرش باش ما تجينيش البهلة ديالتي مقيتا وكتير فيها الحلاوة وتكون السانيدة اللي هي رقيقة يعني السكر بودرة اللي هو قرق يعني الحبيبات ديالو رقيقة عندي كاس ديال الزنجلان او السمسم اللي سبق او حمرتو وما مهر مش موالو يعني كنخليه صاين ويكون حمر على المهل والقيمة ديالو مائة جرام عندي جوز كيسان ديال اللوز بالقشرة ديالو يعني حمرتو بالقشرة ديالو في الفران اللي هو اللون ديالو كيشتو يعني دهبي ما يكونش محروق باش ما يعطيناش ديك المرورة في البهلة ديالي وكان هرمشو في الهاشوار وكان خليه حبيبات لي هي رقيقة باش نتمع عن في البهلة ديالي وانا كان يعني يعني بلادك العبدة كيجي كتجي دك القرميشة هي زوينة ممكن تعوضو بالكوكو او الفول السوداني للرومي اللي بلاقشرة ونحمرو مزيان في الفران حتي يطلق الزيس ديالو ونهرمشو لما لا باش جينا البهلة ديالنا اقتصادية وعندي قبصة ملح وعندي مع القامة وسطة ديال القرفة اللي كتابعة الحال انا كتجي زوينة مع البهلة ديالنا عندي ثلاثة خميرة اللي يلقي ما في كل وحدة ثمانية جرام عندي رابعة ديال الزبدة اللدة او الزبدة مارغارين اي حاج اي يعني اي زبدة كتحبو اللي تكون هي مارغارين طابعة الحال ومدوبة على هات الشكل في سطح العامل كما كتلاحظو في القصعة ديالي اللي كنت ترتاح فيها في البهلة لانا كت يعني ما كتبغيش ديالي لانا ما عديش نقصح لكم موضوع انا كتبغي دليك هدي بدون دلك هنا ايا كنحط لالتخيق ديالي الابيض للقيمة دياله كيلو عندي غدي نحط مع القامة وسطة ديال القرفة غدي نحط جوج كسان اللاروب او كاز تاني اللي ما عمرش العنبة ديال الساندة وغدي نضيف ثلاثة خميرة لكل وحدة الوزن ديالها ثمانية جرام هنا كما لاحظو ضروري القبسة الملح اللي ما كنستغناش عليها هنا ضروري كنجمع دك النواشف على هاد الشكل كلكي ماشتو معايا لضروريا وهنا را كنخلي دك الفواكه او الفواكه الجفة او الزرارع ديالي على جنب يعني ما كننخليهم على جنب وخاهم ما من النواشف لكن كنخليهم على جنب هنا يا غير تبعوا معايا وغدي ان شاء الله تنجح معاكم وما ريش تحش مكم هنا يا من بعد ما نسجمو لي النواشف ديالي غدي نضيف الزبدة اللي هي اللدة او الزبدة مارغارين اللي دوبتها ودفات معايا للقيمة ديالها ميتين وخمسين جرام هنا يا غدي نبس بس بيها هادوك النواشف ديالي على هاد الشكل كيما لاحتو وغدي نحاول ندخل هادك يعني الدهون في الدقيق ديالي هنا يا من بعد ما نسجمت لي الزبدة معا دك الدقيق غدي نضيف زيت المائدة للقيمة ديالو جوج كيسان عنبا اللي ضروري يعني قطعتكم يعني القياس اللي كي يهزلي هاد الدقيق ديالي ويعني قياس اللي هو يعني ما تخافوش منه وهنا رغا نقول لكم الطريقة يعني اللي ما يعني ما خرجتش مع هادك الدهون ما خرجتش لهم زيان في هادك الدقيق أش غدي استعمل في الآخر هنا يا رامن بعد ما نضيف زيان ديالي ديال زيت غدي نحاول نسجم يعني نسجم مزيان الخالي ديالي وغدي يولي على هاد الشكل ودائما بالاستعانة بالكف او اطراف الاصابع يعني ما نخافوش منها هنا يا انا ما عنديش يعني ديك الماكينة ديال الكفتة او الماكينة ديال يعني اللي كتخرج لنا الكفتة هنا ما كان صعبوش المأمورية غدي ناخد الحكاكة ديالي اللي هي العيون ديالها اغليضة وغدي نحاول ندووز هادوك هادك العجين ديالي ديال البهلة غدي نحاول ندووزها في هادك التوقوب مزيان حتى بحالي كان نساعدها انها تدلقي معايا باش من من نعيش كثيفاتي يعني نعييهم بالدليك ضروري كنستعمل بهاد الحكاكة باش كنحاول نخرج الدهون في هادك العجين ديالي على هاد الشكل يعني كنستعمل اللي عندو الماكينة الخاصة بالكفتة او اللحم المفروم يستعملها لمالا هادك غير طريقة باش كتخرج لنا نخرجو دك الدهون في البهلة ديالنا باش تساعدنا في الدلك هناك ما لاحظته هي انها تعدت معايا فهاد اللحظات من بعد ما يعني حكيتها او في الحكاكة غدي نضيف الزرارع ديالي اللي هما السيمسيم اللي الخيمة دياله كاس عنبا لمية جرام وكنضيف اللوز هنا استعملت اللوز بانا انا كانت عندي كوموند وضروري قتليا الكليانة ديالي انني استعمل فيها اللوز اللوز قدرت تقريبا ميتين جرام ديال اللوز اللي هو محمر ومهرمش هنايا اللي بغا تطلع معاها اقتصاد هي وغير يدوز بها كوي زيلاتي وتكون يعني يعني من تتحرموش من اي حاجة ضروري ان تستعمل يعني لا بغايتا نستعمل فيها الكوكو اللي مالا اللي قتليكم انا نحمرو مزيان ونهرمشو حتى هو كيجينا غزال وكيجيو حتى طعم لي هو الديد سيرتو اذك الرومي اللي بلا قشرة يعني كيجينا بحال كأنه باللوز هنايا كماشتو راهية جمعات معايا لاني خرجت في هادوك الدهون وضفت دوك الزرارع ديالي قوعتكم يعني الاخفتو انه ومن بعد ما تضيفو اللوز والسيمسيم وحنا يجمعناها على هاد الشكل لانه ضروري خاصنا ندوها ونجيبوها ما باليد وليد باش تنجح معانا البهلة يعني ما خاصناش تكون بهلة ديالنا مزيتة بزاك لما زيتناها زيت اكثر من القياس يعني ما كتنجحش معانا البهلة ضروري خاصة تكونها مرملة على هاد الشكل اللي ما جمعتش لي من بعد ما يضيف زرارع يمكن ضيف معلقة كبيرة حتى الجوج معالق ديال ديال زيت المائدة او ربع كاس ودائما غير بشوية بشوية وندلكو يعني غير ندلكو بشوية بشوية وضروري خاصة تبقى هاليا وإيام رملة يعني ما ما نقولوش أنا خاصة لنعجينا منساج ما أنا صافرة هي البهلة يعني را يعني را يعني را يعني را يعني را جمعات معي اللي خاصة بقى مرملة هي 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 النجاحها خاصة بقى مرملة في القصعدين نو بقوا نديوها ونجيبوها ما بليد ليد هنتم غير تلاحظوا معايا كما كان ديرا على هاد الشكل هي هادوك ما بليد دوليد كم داو نسخنوا فيها يعني كنخرجوا دوك الدوهم في داك الدقيق را هي را تتكور معنا بكل سهولة هنا يا را استعنت بالميزان ديالي بشي جيني قياس لي هو يعني قياس واحد وتعطيني البهلة يعني جي البهلة ديالي خدمة لي هي نقية كما كان نقول لكم درت هنا يا فيها تقريبا القياس يعني البهلة كسبقا من قياس ديالي 26 جرام حتى 30 جرام هذا هي حلوة حلوة ديالي بالنسبة للبهلة انا هنا يا را كانت ساعن بتقريبا 28 جرام يعني كتجي قياس اللي هو خير امور اوسطها هنا يا ضروري كان تنسى عن بالطاوة اللي خاصة بالبهلة وماشي مشكيل انه اللي ما عندوش طاوة دياليالبهلة يعني يقول انه يمن دياليالبهلة لا تتشقق لنا حتى في الطاوة اللي هي عادية وضروري تكون طاوة اللي هي ينفرشة بورقة طهي ونحطوها متبعدة هادي يعني را كيتباع بتامان ديالي ومناسب قريبا تتباع الطاوة هادي بخمسة وعشرين درهم لحسب قياس ديالفران دياليالكم هنا من بعد ما انتهيت من الطاوة هادي الطاوة الاولى اللي عمرت ليه تريكا تعمل ليه تقريبا جوش طاوة بحال هادي الشكل اونس يعني قياس تبارك الله كتعطينا الخير والبركة هنا يا را هالفران ديالي الشاعل يعني مي كان بدا نكور را كانت ديالفران على درجة حرارة ميتين وخمسين درجة اعلى درجة لفران ديالغاز او فران ديالكهربائي وكنخليه شاعل على درجة اللي هي عالية وكندخلها يعني شاعل اللي هي غير من الفوق وهو الفران ساخن ميتين وخمسين درجة يعني لها اعلى درجة وكنخليها يعني ماشي كنقولو خمسة دقائق عشان دقائق شاعة غتشقق لنا البهلدية النلا هادي نخليوها يعني درجة عالية وعافية عليها من الفوق يعني دائما العافية عليها من الفوق حتى تشقق لنا بشوية بشوية من بعد ما تشقق ليا من الفوق وكنتعطيني ديكل اللون اللي هو دهبي كنطفي الفران الفوقاني يعني وكنشعل الفران من الاسفل وكنديرها على درجة حرارة يعني متوسطة لها ميوستين درجة باش كتتحمل لها من التحت وكيطلع معاها ديك ديك الحرارة من الاسفل حتى الاعلى باش تتعطيني التقرميشة كأننا كناكلو شي حاجة إما سلو لكناكلو شي حاجة اللي هي خصية وكتجيب نينا وكنوعد وكن يعني رأيك نشكرها لكم ماشي أنني يعني غير كتصدق لي وغيرتها ان شاء الله تصدق لكم وترحموني عليها ان شاء الله ودائما بكم فضل الله وفضلكم راحنا غادي ان شاء الله دائما نشاركو معكم كل ما هو جديد وكل ما هو قيم وناجح مئة بالمئة ودائما قناة جيوات سوسو البسيطة اللي هي كان نخد يعني كان نعطيكم الحاجة اللي هي يعني من القلب يعني والله وكان أعطاه لكم من القلب هنا يا كما شتورة هي درجة الحرارة كما شتورة كنت عال دايرها في ميتين وخمسين درجة من الفوق أخرى أنا يعني بغت نشارك معكم حتى الفران وهنا دابا من بعد ما تشقعت لي يا تبارك الله صلاعا بما شاء الله أنا كندير نحول الأسفل يعني الحرارة الأسفل وكنديرها على ميو ستين درجة وكنخليها يعني حتى يعني حتى داك يعني كيبالي تبالينا داك الشوقوك تيولو يعني محمرين وتيولي وتتعطينا داك اللون اللي هو دهبي ورائع ونتمنى تطرقكم وتنال إعجابكم دائما مع لمستنا نمستنا الأخيرة في قناة شهوات سوسو البسيطة كي ماشتوا معايا البهلاجات أكتر من رائعة يعني سهلة ويعني السهل ممتنع يعني ما تخافوش منها وان شاء الله غادي تعجبكم وتنجح معاكم في أول استعمال وعلى فكرة أنه من بعد ما تخرجوها من اللاطة ديالنا ما نمسوهاش حتى تبرد معانا باش ما تفرتت لأنه كتكون الشيشة وضغية كتتفرتت إلى هزينها من اللاطة وهي بقى سخونة ودائما بالاحتفاظ ديالها في بواقل أو بواطات ليهما محكمي الإغلاق ومن الأحسن من الأحسن اللي عندو دوك الحكاك ديال الحليب بودرة اللي هوما معروف في السوق يعني كتتحافظ عليها بذيك القرمشة ديالها وكنتفرقوا بيناتهم نائما بالبلاستيكا باش كتتحافظ لنا على ذوك الشقق ومن هاد المنبر أحبابي ما سخيتش بكم خليتكم في أمان الله وإلى الملتقى بحول الله